البرهان بحث في الإمارات الخروج من قائمة الإرهاب والعلاقات مع إسرائيل الوساطة تعرض الورقة النهائية لاتفاق السلام على الحكومة والجبهة الثورية وزارة الزراعة تخصص أكثر من عشرين طائرة لمكافحة الجراد المالية تنفي أي نية للتراجع عن الهيكل الراتبي أحداث السودان من سوداني 24 أهلاً ومرحباً بكم وهي حزمة إخبارية متكاملة نقدم من خلالها جولة في الأخبار الخدمية والسياسية وجولة في الأخبار الاقتصادية ودائرة الحدث أهلاً ومرحباً بكم إذن اختتم رئيس مجلس سيادة عبد الفتاح البرهان اليوم زيارته للإمارات العربية المتحدة التي بدأت الأحد الماضي وأوضح مجلس سيادة في بيان له اليوم أن المباحثات مع مسؤولين أمريكيين ناقشت رفع اسم السودان من قائمة الدول الرعية للإرهاب ومستقبل السلام العربي الإسرائيلي الذي يؤدي إلى استقرار المنطقة ويحفظ حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وثقاً لرؤية حل الدولتين أعلن مجلس سيادة أن نتائج مباحثات البرهان والوفد الوزاري المرافق له ستعرض على جهزة الحكم الانتقالي بغية مناقشتها والوصول إلى رؤية مشتركة حولها تحقق مصالح وتطلعات الشعب السوداني عرض إذن فريق الوساطة الورقة النهائية لاتفاق السلام على الحكومة وفد مقدمة الجبهة الثورية قال مقرر لجنة الوساطة ديوماتوك إن العرضة أو الغرض من عرض الورقة هو تنوير الأطراف بالشكل النهائي للاتفاق كما نوه إلى أن اتفاق السلام يحتوي على ستة مسارات سيتم تضمينها في اتفاق واحد وشامل يتم التوقيع عليه في الثالث من الشهر المقبل بجوبة وقال مقرر لجنة الوساطة إن الورقة ستعرض على الأطراف غير الموجودة بالخرطوم وناقش الاجتماع ترتبات مراسم الاحتفال بتوقيع نهائي على اتفاق السلام بحضور إقليمي ودولي في جبهة مقرر لجنة الورقة في شأن آخر أوضح عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي أن جندة السلام لابد أن تحظى بشراكة حقيقية وصولا لسلام مستدام وشامل هذا وأكد التعايشي لدى مخاطبته الاحتفال الذي أقامه حزب المؤتمر السوداني بمناسبة اليوم العالمي للسلام أن الاتفاقية تضمنت خمس قضايا رئيسة تمثلت في مهنية المؤسسة العسكرية وانحيازها للدستور وخيارات المجتمع المدني ونظام الحكم وتوزيع السلطات بين المركز والولايات وتوزيع الموارد والثروة بالإضافة إلى هوية وطبيعة الدولة وبناء دولة القانون اتفاقية السلامي وضعت الأسس المناسبة حسب رأيه وحسب رأي الأطراف في الاتفاقية لأنه نحن نصلح هيكل الدولة عشان الدولة تبقى غير منحازة دولة تقيف على مسافة واحدة من كل السودانين وتبعا دي مشكلة كبيرة في تاريخ السياسي في البدد وكذلك الخدمة المدنية وكذلك المؤسسة العسكرية اتفاقية السلام فتحت النغاش حول هذه الموضوعات بحثت الأمم المتحدة مع حكومة الشمال دارفور تنفيذ مشروعات بمنطقة طويلة لتعزيز بناء السلام المجتمعي بكلفة تبلغ أربعة ملايين دولار وبحثت الجانبان كيفية تنفيذ مشروعات السلام المجتمعي وآليات التنسيق والمتابعة هذا أكد الأمين العام لحكومة الولاية الحافظ بخيت الذي ترأس الاجتماع أن دارفور قد دخلت الآن مرحلة جديدة قوامها الأمن والسلام المجتمعي وتوقع المدير العام لوزارة المالية محمد موسى أن يحدث مشروع تعزيز وبناء السلام تحولا إيجابيا في مختلف المناطق التابعة للمحلية تختتم غدا الخميس امتحانات الشهادة السودانية للعام الدراسي 2019-2020 التي تأخر عقدها في أبريل الماضي بسبب كورونا وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن عدد الذين تقدموا للجلوس لامتحانات الشهادة لهذا العام بلغ أكثر من نصف مليون طالب موزعين على المساقات العلمي والأدبي والفني وأشارت تقارير أولية إلى أن الامتحانات هذا العام سارت بشكل سلس في معظم الولايات على الرغم من الفيضانات التي اكتاحت ولايات السودان خلال الأسابيع الماضية هذا ويذكر أن امتحانات الشهادة السودانية هذا العام شهدت غيابا ملحوظا من قبل الطلاب في عدد من الولايات شرعت ولاية النيل الأزرق في دراسة الأسباب التي أدت إلى حالات الغياب عن امتحانات الشهادة السودانية لهذا العام ووقفت المديرة العام لوزارة التربية والتوجيه بالنيل الأزرق عائشة عامر على أسباب الغياب في امتحانات الشهادة السودانية والمشاكل التي تواجه المدارس الثانوية الخاصة في المساقين العلمي والأدبي وزارت مسؤولة التعليم بالولاية عددا من المدارس قال شهود عيان إن المعابر البرية بين السودان ومصر تشهد تكدسا للمركبات بسبب عدم السماح لهذه المركبات بالعبور بين البلدين ويعود وقف دخول المركبات بين البلدين للخلاف حول مدى صدقية فحص كورونا وأوردت مواقع صحفية أن الجانب المصري أرجع عددا من الشاحنات والبصات السفرية كما منع دخولها إلى مصر بسبب التشكيك في فحص كورونا للركاب والسائقين وأشارت إلى أن الجانب السوداني بدوره رفض إدخال المركبات المصرية ردا على الرفض المصري لدخول الشاحنات والمسافرين القادمين من السودان أطلقت المنظمة الطبية الدولية أطباء بلا حدود استجابة طريقة لمساعدة الأشخاص المتأثرين بالفيضانات وعملت المنظمة لتوفير الإغاثة الفورية للمناطق التي تضررت بشدة جراء سيولي والفيضانات كما نشرت المنظمة فريقين في ولايتي الخرطوم وسلنار يعملان مع السلطات المحلية للاستجابة بسرعة للوصول إلى المتضررين وتوزيع مواد غير غذائية وتشغيل عيادة متنقلة كما أكدت المنظمة التزامها بمواصلة تقديم خدماتها الطبية في السودان بما في ذلك حالات الطوارئ شكلت إذن وزارة الصحة في الخرطوم لجنة الطوارئ الخريف التي تهدف لحصر الاحتياجات الدوائية من أصناف الأدوية كما كشف المدير التنفيذي بإدارة الصيدلة وعضو لجنة طوارئ الخريف سوسا الطاهر عن تلقيهم بلغات تفيد بزيادة الحاجة للمحاليل الوريدية وبعض الأدوية عقب ظهور بعض الأمراض الخريفية وأوضحت أن اللجنة نفذت زيارات ميدانية للمراكز الصحية والمستشفيات بالولاية وحذرت السلطات الصحية من ظهور أمراض على خلفية الفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخرا قالت السفارة الأمريكية بالقرطوم إن حكومة الولايات المتحدة مستعدة للاستجابة في أوقات الأزمات وتقف إلى جانب شعب السودان خلال كارثة الفيضان وقالت السفارة الأمريكية أنها تعمل بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة وشركاء آخرين لتوزيع الإمدادات الحيوية للمتمعات المتضررة من الفيضانات في السودان كما قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مساعدات لنحو 15 ألف أسرة تضررت من الفيضانات ووصلت الإمدادات إلى الخرطوم جواً من المستودعات التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إيطاليا ودولة الإمارات العربية أكد عضو مجلس أسيادة الانتقالية الفريقة والركن شمس الدين كباشي ورئيس جمعية الهلال الأحمر السوداني الفاضي العامر على ضرورة نشر القانون الدولي الإنساني وسط القوات المسلحة بمختلف أفروعها وكان كباشي بحث مع الهلال الأحمر السوداني الشطط وبرامج وخطط الجمعية والمساعدات الإنسانية التي قدمتها للمتضررين من الفيضانات التي اجتاحت أجزاء واسعة من السودان كما أعرب عن تقديره الكبير للجهود المتعظمة والرائدة لجمعية الهلال الأحمر السوداني طالبت الجمعية السودانية لحماية المستهلك وزارة الصناعة وتجارة بسحب السجائر ومدخلات صناعة التبغي من قائمة السلع الضرورية التي حددها بنك السودان المركزي هذا وأعلن الأمين العام للجمعية ياسر ميرغني عن رفض الجمعية واستنكارها لاعتبار التبغي والسجائر ضمن السلع الضرورية ووصف هذه السلع بالقاتلة والمسببة للسرطان وفي السياق ذاته سلمت جمعية حماية المستهلك صباح اليوم مذكرة لوالي الخرطوم تطالبه بتنظيم وقفة احتجاجية على القرار إذن حذرت دراسة جديدة من أن ظاهرة التغير المناخي تهدد بتدمير المعالم الثقافية التي لا تقدر بثمن والتي تعد تراثا عالميا ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي يحاول فيه علماء الأثار في السودان منع وصول مياه نهر النيل إلى مواقع التراث العالمي الذي حددته الأمم المتحدة في البجراوية ومن بين المواقع المهددة سواكن على ساحل البحر الأحمر في السودان ودعا باحثون من بريطانيا وكينيا والولايات المتحدة إلى التحرك من أجل الحفاظ على أهم معالم تراث أفريقيا نتيجة للتأثيرات المباشرة وغير المباشرة لتغير المناخ على مدى العقود المقبلة ترجمة نانسي قنقر